قضية ريجيني يبدو أنها هتكون قضية كبيرة في الآيام الجاية رئيس الوزراء الإيطالي غير كلامه خالص كان الكلام في لطافة عارف أنت في لطافة الكلام بقى مختلف طلع قال محاكمة قتلة ريجيني ستكشف حقائق صادمة إيه الحقائق الصادمة اللي لسه هتكشفها محاكمة ريجيني من وجهة نظرك انت كمشاهد يعني إنه الأمن عزب ريجيني لحد ما مات مهمه قالت كده أم ريجيني قالت قتلوه كما لو كان مصريا إيه الحقائق اللي من وجهة نظرك هتبقى صادمة الحقائق اللي من وجهة نظرك هتبقى صادمة ما قلناه مراراً وتكراراً في هذا البرنامج وهو إنه عبد الفتاح السيسي بيترمخ على القضية دي ودفع دم قلبه دم قلب المصريين دم قلب المصريين أه ما دفعش عاجة من جيبه شركة إيني إدها حقول الغاز وحقول التنقيب على البترول واشترى سلاح وعمل وسو وقال بالدنيا كل ده عشر جيني وفي الآخر برضو هيتروأ الحكاية حكتين الحاجة الأولانية أشخاص بعينهم عايز يحميهم عن فتاح السيسي وهم بالنسبة لغاية الأهمية والحاجة الثانية إنها هتبقى فيه شهادة دولية ضد نظامه عن فتاح السيسي إنه بيقتل المعتقلين فبيدافع الدفاع المستميت عنه أعتقد الحقيقة الصدمة اللي بتكلم عنها رئيس وزراء إيطاريا هو ما بدأ يتداول في الصحافة الأوروبية ويحج انت معك موبايل روح الصحافة على فكرة في حاجة في جوجل اسمها جوجل ترانزليشن اللي هو يعني لما أخذ يعني تترجم أنا ما بعرفش فرنساوي برضو وما بعرفش إيطالي بس لما بيبقيت لينك بروح واخده وحطه كده وترجمه وقراه ففي جريدة اسمها جون أفريك دي فرنسية بس دي واخد عن جريدة اسمها لسيون هجيب لكم الاسم دلوقتي لأنه أنا بعت الزملاء من بيتكلموا فرنساوي عشان أعرف الجريدة دي بالعربي اللي هو الجريدة الفرنسية بتقول أنه الأستاذ محمود السيسي متورط إسبريسيو إسبريسيو الإيطالية بيتشير إلى أنه محمود السيسي زي ما أنتوا شايفين كده ده اللي تعرفت قراءة ده طبعا من صورة محمود السيسي على فكرة دي صورة تم تدولها على السوشيال ميديا والجريدة خدتها ليست هذه هي صورة محمود السيسي الحقيقية إذن الصحافة الفرنسية والصحافة الإيطالية بدأت تتحدث عن تورط محمود السيسي بنفسه في عملية قتل ريجين وزي ما قلتلكم الأخ آسر كمال اللي هو المتهم الأول زابط دي الصورة الحقيقية المحمود السيسي طبعا الأخ آسر كمال المتحدث أو المسؤول عن الأجانب في أمن الدولة هو المتهم الأول عمره ما ياخد خطوة إنه يقتل أجنبي إلا لما يرجع لقيادة كبرى ما يقدرش يعملها دي ما يقدرش حدود اختصاصاته غير كده وعندك عشر تلاف حدسة تؤكد الكلام ده أنا قلتلكم يابل كده اتحكالي والله اتحكالي ألف مرة يبقى مصري كده ويالله تعالى يابل كذا كذا يقول يا فاندم الجهاز يطلع له الجهاز الألماني ولا الفريس يقول له احنا قاسفين يا باشا احنا قاسفين يا باشا واعتقد إن كل واحد فيكو عنده بدل الحكاية دي حكاية واثنين وثلاثة فكون إن حد ياخد خطوة زي كده ما اعتقدش إنه ممكن حد ياخد خطوة كده غير لما يكون رجع لقيادة كبرى اعتقد ما يقصده رئيس الوزراء الإيطالي من الحقائق الصادمة هو تورط شخصيات مسؤولة واعتقد إنه هتلعب الألعاب لعب يا ألعاب أعتقد الألعاب هتلعب في الفترة النجاية